ده فرق بشكل كبير جدا الحاجات تانية لا يعني انت بتتكلم على بيرس تو نهاردة في الشوت التاني حاجة ب Pastou بذل مجهود كبير جدا بتتكلم على الحقيقة طاهر زي ما قلنا بتتكلم على محمد هاني بتتكلم على العلي معلول يعني انا برضا في فوته حفظ التتبقى كابتن الشوت التانية بمناسبة علي معلول انت على طول الكادر كنت تيجي الشوت التاني كنت تلاقي علي معلول اما الكادر يجي كده في الناحية الهجومية هتلاقي واقف على راس التمنتاشر بيوصل للاماكن دي وكذلك محمد هاني الناحة التانية الشهوط الاولاني ده ما كانش بيحصل وده اللي كان فارق كمان لاني انت عملت كسافة انت الشهوط الاولاني انت بتروح بكهرباء وبتروح يدوبك بجرس ثاو وما حدش بيعمل مساندة خالص لامحمد هاني بيروح ولا علي معلول حتى بيروح طبعا انه معشور ما كانش موجود في المباراة ما كانش دي دور خالص وحسين الشحات كمان لازم يركز يعني احسين الشحات الموسم اللي فات من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر الموسم ده انت هو احنا كل سنة هن نعمل بدايات ضعيفة جدا جدا وبعد كده نشد في الاخر مسلا طبعا ده ما ينفعش انا النهاردة اتقيمت ان انت من افضل اللعيبة في مصر الموسم اللي فات لو انت بتقيم اللعيبة هو وزيزه مسلا لكن المستوى اللي بيقدمه حسين الشحات في الفترة اللي فات يديه في كل مبارياته لا مش هو ده حسين الشحات خالص يعني دايما باتكلم على الحتة حتة بتاعت المهاجمين برسته لحد كبير او يعني محافظ على مستوى انما برضو كابتن دايما باتكلم على كهرباء يعني حتى كهرباء اما بيبقى مش موفق والله بيضيع الجوان ولكن اكتر واحد بيحاول في الفرقة وعلى طولها كابتن رمضان لافف وعايز يلعب على الجهر بص اقول لك حاجة يا بركات كهرباء انا في رأيي من افضل لعيبة النادي الاهلي ليه لانه لما تعمل تقييم مثلا من عشرة او ما فيش مباراة تدي له خمسة المباراة القليلة بالنسبة له هتدي له ثمانية وده يعني لما بتعمل سبات في المستوى ده حاجة جامدة جدا وكهرباء ايه بقى بيجيب لك الجوان وبيروح للجول وعايز يجيب الجوان وعاوز يروح للجول وبيعمل مجهود جبار الحقيقة النهاردة الشهوط الاولاني باردك رغم ان الاهلي ما كانش في حالته لكن هو كان بيحاول وهو اللي كان بيقرر حضر واحدة لحسين الشحاد تحت الشهوط الاولاني يعني بتاعت حسين الشحاد دي عشان انا بكلمك بركات بقولك ان مش هو ده حسين الشحاد بتاع الموسم اللي فات طب ما تسند الكورا ده انت الوحدك يعني مش معقول انا النهاردة نجم في النادي الاهلي وضيع فرصة زي دي واحنا يعني انت بتكلم في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كان اعمل كبير جدا في انه هو كرص جديد يجي هتفرق في الجيم بقى وهتفرق في كل حاجة واحنا ظروف النادي الاهلي وعشة يعني الفترة اللي فاتت النتائج السلبية دي عملت دوشة كبيرة جدا رغم ان احنا قلناها من بدري جدا بركات مع بعض لكن يمكن كان فيه ناس بتقولك ان الناس بتاجن بس ومش عافية طب لغاية طب الوصل بقى لكابتن خطيب راح جايب الراجل وجايب خالد ديبو واتكلم معاه هو خلي بالك مش يعمل معاه مجتماع كده والدنيا تمام يعني لا ده الامور قد صعبة جدا فلا لما يجي لي فرصة زي دي في مباراة ومباراة في دور الابطال لا لازم اتعامل معاها بمنتال اتقان يعني لازم خلاص انا مش هلعبها مرة واحدة طب انا اسند واحدة وجايبها جون خلي ابدأ معاك يا كابتن رابطان برضو في حتة التشكيل هل التشكيل كان مفاجئ بالنسبة لك ولا شفت ان ديات العناصر يمكن هو الراجل طبعا مغير خمس عناصر خلينا نقول فيه عنصر اضطراري محمد عبد المنعم اه اتصاب اه فدخل ياسم انما طبعا هو محمد هاني اشترك على حساب اكرم ممكن حتى اكرم مسافرش يعني الراجل تفضل ان هو يريحه ديانج بدأ على حساب افشان انا بكلمك على اساس المرال كريم ما بدأش بدأ بيرسيتاو صلاح محسن ما بدأ بدأ كهرباء وانت عارف كهرباء كان موقوف ما واخد يعني 6 متشاط في الدوري فما كانش بيلعب شفت ازاي التغييرات لا التغييرات يعني محمد هاني هو طبعا اه الحقيقة اكرم من اللعيب الرجالة جدا جدا بس انا بقوله لازم ينتج في الحتة اللجومية لازم يهدى لاننا النهاردة يعني برضك ايه اكرم بيعتمد اعتماد كبير جدا على حتة القوة والالتحامات القوية جدا والحاجات دي لكن تركيزه حتى في التلدي الهجومي لا مش هو مفروض بقى اننا انت شايف ان هو المفروض يزيد هجوميا طبعا لازم يزيد هجوميا لان اكرم لو زاد هجوميا هيفرق مع النادي الاهل وهيفرق مع منتخب مصر لكن هو زي ما بقولك مركز في حتة التحامات القوية والطلع على القوة مش عافية لكن دي يجيه في التلدي الهجومي لا يعني مش هو ده الشو اللي بتاع النادي الاهلي او منتخب مصر الحقيقة شفت السنوعية النهاردة بتاعت ياسر ابراهيم ورامي ربيع في قلب الدفاع الزاك بص انا اقولك حقيقة هو ياسر الحقيقة من اللعيبة الرجالة جدا واللعيبة اللي هي بيعوض حاجات عنده بالجدعانة وبالقوة والكور العالية بتعامل معها بشكل كويس قوي رامي ربيع انا عايز اقوله برضك يمكن حاجة فنية بركات لو تلاحظها في القراط الحرضية كلها هو بيبقى الرجل بتحرك في ظهره وهو بيبقى واقف خبالك قدامه ما بيديش لنفسه فرصة ان يعمل الجنب عشان يطلع فيه حوالي مثلا ايه كور كتير جدا 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 يتلعب الكورس وهو عاوز يطلع طبعا بيطلعش بيضرب الارض ويطلع ما فيش ما بديش نفسه بصاحة فبالتالي بتعدي ودي مشكلة كبيرة جدا رغم ان هو عنده الحقيقة عنده ميزة ان هو بناء الهجمة من تحت بيعملها بشكل كويس قوي يعمل لك كورات طولية بيعملها بشكل كويس قوي لكن الحتة دي بس لازم يشتغل عليها لان دي حاجة خطر جدا انا شوفتها مثلا في كل مباريات رامي ربيع الحقيقة بيطلع يبقى الراجل في ظهره وهو قدامه وما بيديش نفسه المساحة ان انا اضرب الارض واعمل الجنب عشان نلعب الكورة فده بيعمل كده بس طب معدية دي مشكلة كبيرة جدا لازم تتعالج الحقيقة انا دي لوقت يا كابتل بس انا احنا شوفنا النهاردة التغيير مثلا الاخيرة اما اتصاب بياسر ابراهيم وراجل واخد كادمة جامدة في رجبته ان شاء الله يبقى كويس وان شاء الله حتى يبقى عبد المنعم كويس انما خلينا نتكلم لا قدر لا لا والاتنين مش جاهزين الماتش الجاي فكر الانسب واللي ممكن يفكر فيه كولر يمكننا حتى في الانترو قلت ممكن خالد عبد الفتاح يبقى الخيار نمر واحد بالنسباله ممكن في نفس الوقت يفكر في محمد هاني ان هو يلعبه مساكه لعبه قبل كده ويلعب اكرم توفيق شايف انهي انسب انا شايف ان محمد عب منهم يلعب لان هو رجلي في الملعب وعم منهم مصاب انا بكلم في حالة الياسر وعم منهم مش جاهزين وطبعا متولي مصاب برد مصاب متولي مصاب من فترة كبيرة جدا الحقيقة يلعب محمد هاني ويلعب اكرم من ناحية اليمين ومحمد هاني رجلي في الملعب عكس خالد عبد الفتاح برضك هتلاقي البدن بتاعه مش بنفس القوة لان خالد ما شاركش السنة دي في حاجة خالص يمكن عشر دقايق ربع ساعة فبالتالي وجود محمد هاني كمالساك هيعملها بشكل كويس ولعبها قبل كده الرجل الدهالو ولعبها قبل كده شغالها بشكل كويس وانتك فيها كويس قوي اكلمك برضو كابتل على حتة ودي حتة مهمة جدا ودايما ساعات يعني بينساها الديانك يعني شوف اداء النادي الاهلي في حالة الالتزام الزيادة عن اللزوم بتاع آليو ديانك وشكل النادي الاهلي في حالة تقدم المستمر اللي ديانك واقتحامه الثمانتاشر بسرعته والوانتوهات واللي بيخش وي وي وكلام من ده بغض النظر تسيبك من القرارات اللي هو في الآخر زي كرة النهاردة كان لازم يخلص لازم يخلص هو النهاردة الشوت الثاني من افضل اللعبة في المال بزبط من افضل اللعبة في فرث النادي الاهلي وعمل مجهود يعني كبير جدا وبعدين مش مجهود بدني بس لا ده عاملك اختراقات اللي هو كان بيعملها ده بيعمل اختراقات 30 متر او 20 متر ويعمل لك بقوة وبسرعة ومدخل فيها مهارة النهاردة عامل واحدة اللي هو انتو بتاع هو بيرستاو حاجة عالمية يعني ده صايع كورة بيرستاو ده عشان يعابلها بالشكلة صايع كورة ده وانتو عالمي بس هو زي ما انتا قلت بطن رجلية بطن رجلية في الديقة اجيب جول لكن هو لما بيبقى فايق بيفوق فرقة النادي الاهلي وبيفوق فرقة النادي الاهلي او وسط ملعب النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا يعني هو بيفرق معهم دفاعيا بشكل كبير جدا طبعا ده كابتر رمضان الترتيب النهاردة برضو بنفكر الناس بيه مرة تانية الاهلي في الصدارة بالبونط بتاع النهاردة اربع نقاط شباب بلوزداد تلات نقاط ميدياما تلات نقاط يانجا افريكانز نقطة كان يقدر والله كابتر رمضان اهلي النهاردة يبقى مستراح كان حيستراح بشكل كبير اوه مستراح يحسن النهاردة كانت تراح